لم ينطفئ الحزن في قلبها رغم ثلاث سنوات مرت على المزرة التي أودت بحياة ثمانية من أبنائها وأحفادها وأفقدتها كذلك أحدى ساقيها قصف جوي إبان الحرب ضد تنظيم الدولة طال منازل المواطنين في الحويجة في محافظة التأميم حصد أرواح أحد عشر شخصا بينهم نساء وأطفال وخلف قلوبا محطمة ودموعا لا تتوقف ثلاث سنوات من الحزن كانت كافية لتهدأ الروح وتندمي للجرة إلا أن يد الإهمال الحكومي ظلت تجدد جرح امرأة لم يبقى لها إلا ابن وحيد فقير يعولها في حين يغيب من يفترض بهم الحضور إلى جانب هؤلاء تروي الأم مأساتها إذ بترت ساقها ومن ثم اضطرها الإحمال الحكومي إلى السفر نحو تركيا من أجل العلاج حيث ركبت لها ساق صناعية كلفتها ستة ملايين دينار عراقي من دون أي مساعدة من الجهات الحكومية أو المنظمات الإنسانية ذكريات جعلتها ترفض العودة مجددا إلى الحويجة كي لا يتجدد الألم يعني بعد نفسي تأبت من ذيش المنطقة أبد ما أشوفها يعني أمنتهم أمانة قلت لهم بس إذا أموتت ودوني على الحويجة آني طيبة مستحيل أشوف الحويجة أبد يعني ما ظلتني نفس بيها يعني أي التراحت ما هذا شنو أروح في ختام حديثها لم تجد الأم إزاء ما تلاقيه من شعور بالظلم والقهر جراء التجاهل والإهمال للحكوميين إلا بضع كلمات قليلة حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل